اشتركوا في القناة التطبيق الذي فكرته جد عبقرية بحيث انه يقوم بعمل قفل على التطبيقات الموجودة بهاتفك بطريقة دكية. لن تقوم بإدخال كلمة مرور ولم تقوم بإدخال نمط. سوف تقوم بالاختيار من بين هاته الأرقام. اثنان ثلاثة اربعة خمسة. انا على سبيل المثال سوف اكتفي باثنان. بعد ذلك سوف تقوم بإدخال شفرة سرية بحيث تقوم بالضغط على زر رفع الصوت وزر خفض الصوت. فمثلا سوف تقوم بالضغط مثلا مرتين على زر رفع الصوت. أو تقوم بالضغط مثلا على مرة في زر رفع الصوت ومرة على زر خفض الصوت وهكذا سوف تكون شفرة فهذا التطبيق بمجرد الدخول اليه سوف يبدو لك كمجرد مذكرة عادية لكن بمجرد ان تقوم بالضغط مثلا مرتين على زر رفع الصوت يعني انت تقوم بادخال تلك الشفرة التي ادخلتها بالبداية فسوف يقوم بعمل قفل للتطبيق الذي انت تحدده وبمجرد الدخول اليه سوف تنبطق معك شاشة سوداء ولا يمكنك الوصول الى التطبيق الا عندما تقوم بادخال الشفرة مجددا والشفرة انت من يحددها ببداية التطبيق سواء اصدقائي تطبيق جد جد مخادع وتطبيق جميل جدا لكي تقوم بعمل قفل على تطبيقاتك لكي لا يتجسس عليها اي شخص التطبيق المولي هو التطبيق مشابه للويندوز عشرة هذا تطبيق يعني يتمتع بميزات رهيبة جدا صراحة احببته تطبيق خرافي جدا لمن يحب الويندوز ولمن يعشق يعني واجهات الحاسوب والى ما غير ذلك يوفر لك جميع الخاصية التي انت بحاجة اليها كاضافة المنبه كمثلا ان تقوم يعني بالتحكم يعني بسطح المكتب بشكل شامل هنا يوفر لك جميع التطبيقات الموجودة بهاتفك وايضا كما تشاهدون يحتوي على نوافذ ويحتوي ايضا على صفحات يمكنك ان تقوم بالوصول الى شبكة الواي فاي وايضا يحتوي على عدد كبير من التيمات التي يمكنك ان تقوم بتجربتها واختيار التيم المناسب لك مرورا يا اصدقائي الى التطبيق الموالي لدينا هذا التطبيق هذا التطبيق اصدقائي الرهيب جدا فهذا التطبيق بمجرد ان تقوم باعطائه الصلاحيات التي يطلبها منك لنفترض انك تقوم بمشاهدة موقع معين او تقوم بالدردشة مع شخص معين او تقوم بمشاهدة فيديو على اليوتيوب وجاءك شخص مسرع اليك او شخص يعني يهرول من نحوك او شخص يعني فضولي او متطفل ويريد رؤية ماذا او يريد التحدث معك لكن انت لا تملك الوقت الكافي لكي تقوم بالضغط على زر القفل لكي تقوم باطفاء الهاتف فهذا تطبيق بمجرد ان تقوم بوضع اسبعيك او يديك على حساسات الهاتف ما هي حساسات الهاتف هي تلك النقاط السوداء التي تكون يعني باعلى الهاتف امام الكاميرا الامامية عندما تقوم بتغطيتها يعني لا تترك الضوء يدخل اليها سوف تنطفئ الشاشة بشكل تلقائي دون الحاجة للضغط على زر القفل او زر الذي يقوم باطفاء الهاتف او يقوم بعمل قفل للهاتف التطبيق المولي اصدقائي هو تطبيق بلاي ستور فيكسر اب بيكي هذا التطبيق رهيب جدا لكنه يتطلب روت وانا لا اتوفر على روت لذلك سوف اشرح لكم فقط وظيفة هذا التطبيق والى ما يصلح يعني لن اقوم بتجربته فهذا التطبيق سوف يحل جميع المشاكل التي تواجهك مع جوجل بلاي ستور فجوجل بلاي ستور كما نعلم احيانا من الحين لاخر يعني يحدث به بعض المشاكل ربما بعض التطبيقات انت تقوم بعملها التثبيت لكن لا يبدأ التثبيت يعني انت لا تعرف ماذا يجب عليك ان تفعل فبهذا التطبيق تقوم بالضغط على زر الموجود في الاعلى بمجرد ان تقوم بالضغط عليه سوف يقوم هو بحل يعني هذا المشكل وسوف يشتغل معك بلاي ستور الآن اصدقائي مرورا الى التطبيق الاخير وهو تطبيق فوتوشوب مساحته جد جد صغيرة فبالنسبة لمن لديهم هواتف ضعيفة ولا يستطيعون ولا يملكون مساحة كافية من اجل ان يقوموا بتثبيت تطبيقات جميلة مثل تطبيق اضوب لايت روم او بعض التطبيقات الفوتوشوب الاحترافية التي تتطلب مساحة كبيرة بالهاتف ازيد من مئة ميجا بايت يمكنك الاستعانة بهذا التطبيق لكي يوفر لك يعني جميع المميزات التي انت بحاجة اليها كالفلاتر كمثلا التغيير في في سطوع الصورة والتغيير والتعديل على جميع يعني اي شيء انت بحاجة اليه كالالوان والسطوع يعني اي شيء انت يمكنك ان تقوم باستعمال هذا التطبيق لكي تحصل على صورة بجودة افضل يعني وبطريقتك المفضل او باسلوبك المفضل وتحسن من جودتها دون الحاجة الى ان تقوم بتثبيت يعني تطبيق حجمه كبير او تطبيق لا يشتغل مثلا على هاتفك خصوصا لمن لديه هواتف ضعيفة اتمنى اصدقائي ان هذه الخمسة التطبيقات قد نالت اعجابكم روا بالتحميلها اسفل الفيديو في ديسكريبشن القاكم اصدقائي في فيديو جديد اعتنوا بانفسكم وبالاخرين اشتركوا في القناة